اهلا بكم في برنامج ايه في حكاية ايه اليوم من صفر الامثال صح 16 ايه 31 بيقول تاج جمال شيبة توجد في طريق البر تاج جمال شيبة توجد في طريق البر يعني بخت الانسان اللي في شيخخته عايش في طريق البر عايش في مخافة الله عايش في الخدمة والعطاء فدي حاجة جميلة اوي الانسان انه بيختم حياته وسنين حياته كلها في قبر السن بتاعه في عطاء كامل للمسيح حاجة جميلة اوي ان احنا بنشوف ناس تطلع المعاش وتلاقي مشغول اوي انه لازم يعمل حاجة بقى انا عاوز اعمل حاجة كده حلوة عاوز افرح قلب ربنا عاوز اسند الناس كتير عاوز اشوف خدمة ابقى مشغول بيها فبالرغم انه هو ده وقت يبطل شغله يعني حسب الحكومة او حسب الحاجة اللي كان ملتزم بيها لكن بيكرس الوقت الباقي كله ده اجل الله ودي حاجة جميلة اوي ده نوع من التكريس الجميل الحلو ان الانسان في وقت الكبر السن بتاعه بيقدمه كله زبيحة حب لربنا فعشان كده بيقول في السفر الامثال صح 16 اي 31 تاج جمال شيبة توجد في طريق البر يا بخت ده الانسان ده ما يكون ملاصق للمزبح ملاصق لبيت ربنا باستمرار ما بيسبش بيت ربنا اتقال كده عن حنة بنت فنوئيل في انجيل معلمنا لقى صح 2 قال انها كانت اتجوزت سبع سنين وقعدت 84 سنة ارملة لكن الكتاب قال عنها ايه قال عنها كانت لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا لا تفارق الهيكل في ناس كتير في الوقت اللي بتمر فيه بتجارب او حتى بتحس انها بيكبر بتكرس كل الوقت بتاعها لخدمة الاخرين في حاجة جميلة اوي تبقى عندنا واحدة زي حنة بنت فنوئيل مثال حلو لنا ازاي انها مسكة في بيت ربنا وازاي انها العبادة المستمرة على طول في ناس تانية بتشوف كمان انا اشتغلت ايه اشتغلت مثلا كطبيب ايه انا ممكن اعمل ايه لناس تانية اشتغلت كمحاسب ممكن اعمل ايه اشتغلت كاي نوع من العمل عندي مهارة معينة عندي موهبة معينة بستخدم بقى الوقت الباقي من عمر كله لاجل ان انا قدمه زبيحة حب لربنا وان انا يكون سبب فرح للاخرين وفي نفس الوقت سبب فرح لقلب ربنا عشان كده جميل اوي ان الانسان في وقت الشيبة بتاعته الشيخوخة بتاعته يمقى ويوجود فين في طريق البر زي ما الف امثال ستاشر واحد تلاتين تاج جمال شيبة توجد في طريق البر لالهنا كل مجد كرام الابد امين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر